السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي بنالتسبرت تحياتي لكم جميعا بطولة سيكافا لمنتخبات الشباب التي تنظمها السودان الأشقاء في الفترة من 28 أكتوبر ويزدل عليها السطار في 11 نوفمبر القادم هي البطولة المؤهلة إلى نهايات كأس الأمم الإفريقية لمنتخبات الشباب البطولة التي تنظمها مصر في عام 2023 وتحديدا الصيف القادم فبالتالي هنا مواجهات مهمة في نصف النهائي لأن نظام التأهل من بطولة سيكافا للشرق ووسط القرى الإفريقية يتأهل الفريقين الذين يصلان إلى المباراة النهائية مباشرة إلى نهايات كأس الأمم بمصر كأس الأمم بمصر تأهل لها من منطقة شمال إفريقيا مصر المنظم وتونس التي تصدرت مجموعة شمال إفريقيا الآن ننتظر المنتخب السوداني أيضا جنوب السودان قريبين من التأهل في حالة فوزهم في نصف النهائي ضد كل من إثيوبيا وأغندا سيكون التأهل من نصبهم طرفي المباراة النهائية يتأهلان مباشرة دعونا نتذكر نتائج مباريات هذه المنتخبات وأيضا الترتيب النهائي للمجموعات جدول مباريات نصف النهائي بالموعد والتوقيت والقنوات الناقلة قبل التفاصيل اللهم صلي على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما تنساش من التصبرت باللايك والشير والاشتراك هنتصل توقعتك لبطل بطولة سيكافا في قسم التعليقات أما بالنسبة للنتائج منتخب السوداني هذه البطولة فبعد تعادلهم مع جنوب السودان سلبيا بدون أهداف في الجولة الأولى ادري يكسب في الجولة الثانية ضد جيبوتي واحد صفر بنفس النتيجة وحسن تأهله مساء اليوم ضد منتخب بورندي أيضا بهدف واحد مقابل على الجانب الآخر منتخب جنوب السودان تعادل سلبيا بدون أهداف مع السودان في الجولة الأولى في الجولة الثانية جنوب السودان تعادل سلبيا أيضا ضد بورندي بدون أهداف وفي الجولة الحاسمة رقم ثلاثة والأخرة أعلن تأهله بالفوز على جبوتي بهدف واحد مقابل لا شيء عشان يكون تصدر المجموعة الأولى السودان بسبع نقاط وبلس هدفين جنوب السودان في المركز الثاني بخمس نقاط وبلس هدف واحد بروندي ثالث التلتيب بأربع نقاط وبلس أربع أهداف جبوتي رابع التلتيب والأخير لم تسجل أهداف أو حتى نقاط مين السبع أهداف وبكده يكون المنتخب السودان متصدر المجموعة الأولى ومنتخب جنوب السودان في المركز رقم اثنين للمجموعة الأولى أما بالنسبة للمجموعة رقم اثنين فكانت من ثلاث منتخبات فقط أغندا وإثيوبيا وتنزانيا التلتيب النهائي لهذه المجموعة بعد مباراة الجولة الثالثة والأخيرة اللي إثيوبيا حسمتها ضد أغندا بهدف واحد مقابل لشيء مساء اليوم إثيوبيا في الصدارة بأربع نقاط مع بلس هدف واحد أغندا بتلت نقاط تحسم المركز الثاني مع بلس هدف واحد تنزانيا التالت التلتيب والأخير وفقدت فرصة الوصول أما بالنسبة لجدول مباريات النصف النهائي فهتكون يوم الثلاثاء القادم 8 من نوفمبر المباراة الأولى هتكون الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السودان وهو نفسه توقيت مصر أول المجموعة الثانية منتخب إثيوبيا في مواجهة الثاني المجموعة الأولى منتخب جنوب السودان استاد الهلال هيستجبل مبارتين نصف النهائي أما في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السودان وهو نفسه توقيت مصر مواجهة متصدر المجموعة الأولى المنتخب السوداني الشقيق في مواجهة ثاني المجموعة الثانية منتخب أوغندا بالتوفيق طبعا من أجل الوصول للمباراة النهائية ده الهدف الأول بالنسبة لكل من السودان وجنوب السودان وصولهم للمباراة النهائية يعني تأهلهم إلى نهايات كأس الأمم بمصر زي ما قلت لحضراتكم في بداية الفيديو أما بالنسبة لبطل هذه النسخة فهترك الحكم لحضراتكم في قسم التعليقات من سيكون بطلا لهذه البطولة بطولة سيكافا لمنتخبات الشباب أقل من عشرين سنة المهلة إلى نهايات الأمم الإفريقية في مصر طبعا بعد كده في ونص النهائي الوصول إلى المباراة النهائية النهاء هيكون الجمعة 11 نوفمبر الساعة 7 ونصف مساء المباراة النهائية تسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالتوفيق للجميع ما تنساش اللايك والشير والاشتراك دمتم في رعاية الله وحبص